الله صبحكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم في أولى محطاتنا اليوم يعني أسئلة ممكن بتدور في ذهن كتير من المشاهدين في كتير من الأشخاص في سلوكياتهم أيضا هل تذهب كل أسبوع لإجراء فحص طبي؟ هل تخاف من أن تكون بالقرب من أشخاص مصابين بالزكام؟ هل كل انتفاخ صغير في جسمك يجعلك تعتقد بأنه ورم سرطاني خبيث؟ هذه سلوكيات يومية يقوم بها المصابين بالتوهم المرض المصابين بهذا المرض النفسي اليوم سنتعرف على خلفياته النفسية وسلوكيات أيضا بمارسها الأشخاص يمكن دون معرفة بتشخيص هذا المرض النفسي بسألنا يكون معنا الإخصائي النفسي الأستاذ أحمد قيسي للحديث في هذا الموضوع صباح الخير صباح الخير كيف أصبحت؟ الحمد لله أنا سألتك في البداية قبل أن نبدأ إذا هو وسواس المرض يعني الوسواس هو جزء من الوسواس هو جزء من الوسواس بس هو يعني يصل لحت الإضطراب النفسي ينطور فإذا الوسواس مرحلة أقل من التوهم مرحلة أقل يعني خلنا نقول هو جزء من الوسواس جزء من الخوف ونحن نحكي على الأعراض بس خلنا نقول بس يعني إش هو التوهم المرض بالضبط حكي لنا أكبر يعني التوهم المرض هو اعتبار رأسيخ الشخص بعتبر نفسه أنه مريب رغم أنه لا يوجد أي أعراض عضوية ظاهرة وبالتالي يصل هذا الاعتبار لحد الإضطراب النفسي بيعتقد أنه في كل مرة يحصل بمرض ولا أنه هو شخص مريض أنه هو شخص مريض يبقى إيش مريض هو ما بقدر يطلع الدعاج هو ما بقدرش يقول مع علاقات مع الناس فبالتالي بنزاوب ونطوئ هو أمور كثير هذا يشخص بأنه مرض نفسي هو إضطراب نفسي بالنسبة لأنه لا يسميه مرض نفسي في إضطرابات نفسية تزول بزوال السبب إذن مهم نسأل عن السبب عن السبب نشوف أول أعراض شو هو أعراض توهم المرض الشخص اللي بيكون عنده توهم المرض بيكون كتير كتير خايف لدرجة الرعب هذه واحدة الحاجة الثانية بيكون عنده قلق والقلق هذا بالغالب غير موضوعي مش عارف من إيش النقطة الثالثة اللي هو الوسواس ووسواس يصل لحد القهر يعني وسواس قهري ممكن يعطل سلوكه لو راح هو عشغل وهو جاي ممكن إيه يحس إنه هو مش قادر يلحظ شغل فبيرجع أنا مريض بيأخذ الدواء هذا فبقهر سلوك الطبيعي بعدين شعور بالنقص وبالتعب دائما بحس إنه تعبان وإنه هو أقل من الناس وهذا بالغالب بتصيب الأكتر اللي هم كبار السن من الشباب كمان الشك إذا ما حكيت في المقدمة إنه لو حد عطس حس العطس هادي حتنقلب عليه قالوا والله فلان والله كشفوا لقى عنده سرطان مثلا بكل وان سرطان في الأمعاء سرط كذا بصير وإيش المؤشرات بروح يقرأ فبلاقي صارت عنده بعض المؤشرات بقول أنا عندي سرطان الانطواء والانطواء على الذات بنفتحش على الناس دائما بفكر حوالين صحته وعوالي نفسه كل ما ذكرناها هذه هي مقدمات للإضطراض النفسي وذكرت إنه العمر بالعبدور بالعبدور كل ما بيكون أكبر كل ما بيكون هو شخص مهيأ لهذا الكلام وحن نجيب بعض الفقرات اللي السبب ليش بالضبط يعني أستاذ كمان هذا أكيد متعب للشخص نفسه يعني أكيد الشخص مش مرتاح مع هذا الشيء ولكن بدو يتخلص منه بس هو أيوة هو هو بكون بدو يتخلص والتالي بتلاقيه أغلب الناس دول اللي بترددوا على أنواع كتير من الأطباء وبواخدوا كتير من الأجواب ليه أحيانا منهم في ناس حمل شنطة من لأن الأدوية طيب لو بجينا تطلعنا هل كل الناس بصابوا بل وتهوا مرض سألنا حانا سؤال بتخيل إنه يعني هل كل الناس منزعوا يعني ولكن أكيد أكيد لا ممكن يعني لكل فئات أيوة مش كل الناس منصابوا ومش كل كبر السن بنصابوا مش كل شباب بنصابوا ولا مش كل ستات مع العلم الدراسات بتقول أنه الستات أكطها أكطر بتوهم برد من الذكور نشوف مين هم الناس المهيئئين لتوهم المرض الناس اللي عندهم حساسية عالية توجه جسمهم يعني بخاف حاله شايف لو مثلا طلع السلم وصار عنده وصار ينهج يعني لأنه وزنه زيادة بولش لأنه وزن زيادة بول آه أنا أريت إنه والله اللي بصير دائما ينهج وطالع السلم هذا إيش عضر القلب ضعيفة يبقى أنا قلبي على العوض شايف وبروح لأطبة كتير وعنفصة كتير الناس الكبر السن اللي هم فقدوا بعض من أدوارهم الاجتماعية كيف يعني إنه باجا أقول والله هذا الزلم كان صار كان له مركز اجتماعي كتير من الموظفين حواليه إله هالة اجتماعية كان ولاده صغار وكان هم مسؤول عنهم الكبر ولاده وتتجوز وصار عندهم وصار كل واحد مهتم بحاله صار في عزلة اجتماعية فعشان الناس تجي حواليه شب ساوي بتوهم حاله إنه إيش إنه ماريب كمان الأمراض المزمنة سواء هذا كان على الذكور على قصة عز كبر السن أو صار إذا مر بأمراض سابقة بصير برضو يتوهم المرض بصير يخاف يخاف هم بالغالب هذول الناس عندهم ضعف نفسي فكرتهم عن ذاتهم ضعيفة تربيتهم السابقة بتكون إيش فيها نوع من الحدية فيش فيها حنان فيش فيها حاطب فيش فيها إحساس فيش لعب أدوار لإله إنه يكون لعب أدوار لإله إنه يكون عنده خبرات سعبقة وبالتالي هدو يكونوا البنية النفسية عطمو ضعيفة كمان آه فضل إذا فيه كمان لقات يعني ذكور عشان مهم نحكي للناس فيه خبرات الطفولة السيئة اللي هي أغلب الغالب الحرمان من العاطب عدم تدريبهم على عملية التبول والتبرز والأمور الدنسية تاعتهم هم أطفال فبالتالي دائما بحب إنه الناس يكونوا حواليه عن طريق تواهم الماضي إنه مريض والناس يجب أن تكونوا حواليه هو شخص بالغالب يميل العزلة يحب الشيء يقيم علاقات اجتماعية كثيرة كمان أو قد يكون فشل في حياته الزوجية هاي كلها أسباب هاي كلها الناس اللي ممكن يكون عندهم استعداد لا توهم المرض كمان ثقته بنفسه طيف كل هدول هم مؤشرات سلوكية بتدل على قد يصل الشخص لإطراب نفسي اللي هو بنحطه نحن بنقلسين توههم المرض أنا بتخيل إنه هلأ إذا فيه مشاهدين مركزين مع الأسباب وبشعروا إنه هذا بتلقم معهم أو بشعروا إنه هم بنطبق عليهم مهم كتير نقولهم كيف ممكن يقاوموا هذا الشيء أيوه هل أعتقد يعني كيف أنا أقاومه أو إذا أنا طورت الشغل وصار عندي فعلا توهم لمين أروح خلينا نسمع آه بس هنا بدي أقول مش كل واحد حس حالي والله إنه أنا والله اليوم تعبان كذا أنا أنت هم مرض لازم كون عنده ثقة بنفسه هو لازم إن شخص أدرى وين بشوف الدرجة بتزيد لازم أنا أعرفها أنا لما حس حالي إنه زلت الدرجة وما أتوهم لا أروح وأتأكد بس كون عنده ثقة إنه أنا بقدر أطيب نشوف العلاجة توهم المرض بأخذ قسمين القسم الأول على الشخص نفسه والقسم الثاني بيرجع لمؤسسة الدولة وخاصة اللي هي شؤون الاجتماعية والصحة والكلام اللي خاص بالشخص نفسه اللي هو أول التركيز على الذات إنه أنا لازم أكون عندي ثقة بنفسي ولازم أؤمن بالله وآمن إنه هذا جسم وفيسيولوجية له شغل ولازم يكون فيه بعض الخلل اللي مور فيه نسيجة الظروف بس لازم أنا أدير بالي عليها كمان اللي اتجاه للصلاة والدين لأنه هذا نوع من العزو بإيمان بالله زي ما هو بأمن بقدراتي كمان أعمل الزيرات للأقارب أشوف الناس أطلع من عزلتي ما أقرأ كثير عن الأمراض أسمع فلان أبفتا عن نت وطر ورجاء ومسك كتب وقرأ لأنه بصير أعكس اللي بقرأ على سلوكي أنا وإنما بلاي إشي قريب بأقول أنا مصاب بالموت بتأثر فيه بتأثر فيه أعرف ماذا عن الرياضة والرحلات والجوانب الجوانب الاجتماعي وممكن يكونها السبب الأساسي في التواهم صحيح ممكن لعب دور سلبي أو إشابي إذا لعب دور سلبي إذا هم أصلا عندهم توهم مرض فبنقلوله للشخص بطريقة غير مباشرة بقدر يساعدوا بعض لكن إذا كان يعني مثلا أسرة هي أصلا كلها أوجاع تتوجع ستجد كيف في الصغار بدهم يتأثر بدهم يتأثر لكن إذا كان الأسرة حسست أسرة سليمة وعلاقتها كثير مع بعض لازم أنا أبدأ أشتغل على الشخص اللي هو بتوهم المرض بإيش بإنه أنا أحكي معاه أطلعه أشوف خليه شوف صحابه وشوف الناس اللي كان اللي معاه أدمجوا بالناس ومش غلط الممانو قال له هذا مرض عابر قد يزول بزوال مؤثر يعني مثلا ترتفع الطغطق مثلا طب الضغط له دواء وممكن أنت تحمى الضغط روح يعني نبدأ نحسن من الشخص نجي للطرف الثاني إذا نتأتي إجابي في أنه ندفعه باتجاه التفاعل مع الآخرين هل نقاش الموضوع بساعد هل أنه نحكي أنا أخش من زاوية إيش أنا أخش من زاوية أنه أنا بقدر أتغلب عليه حتى لو مرض لكن أنت طب العال نشوف هذا عرض الضغط شو عرضه واحد ننترى أربعة أنت بتشعر بالعرض هذا لا يبقى أنت مريض نشوف العلاج الثاني اللي هو أنت للمؤسسات في حدي بسموها الدواء الغير حقيقي معنا ما دواء نأكله بدنا سلوك نعيش يعني بسموها أدوية وهمية أنا بدكي دواء بس هو هذا هو مقوي بحد ذاته ما لهش أي علاقة بالمرض اللي أنت توهمي اشرح لي أنا صرت متوهمة على الجواب بسموه الأدوية الوهمية هي عبارة عن أدوية زي مثلا ما يجي أقول والله هذا الشخص وتوهم بالقلب بدووش دواء قلب ولا دواء ضغط ولا ولا أي حاجة بدي مقوي آه فعلا شاية بسيك أنا بسايره يعني لا أنا بسايره بس فهم فهم اللي معاه شو يعمل هذا قصدك بمرحلة اللي بيكون فيه فعلا توهم مرض وفيه هذا مرض هذا علاج بس ليس مرض عندي فيس مرض النقطة الثانية اللي هو العلاج النفسي اللي عن طريق المجموعات اللي بتوهم المرض بنفس العمر يعني مثلا خلنا نقول عمر الشباب من 35 ل 40 أو 45 بقعدهم مع بعض هدول لمجموعة من الناس كواهم المرض يحكوا كل واحد يعني خبراته هنا بتعلمهم بعض كيف يتغلبوا على توهم المرض العلاج بالعمل بمعنى إنه أنا أشغل وقت فراغه ما خليش يروح ده من نت أو من نقرأ أشغل وقت فراغه بأندية بحاجة برحلات وهذا بالذات قريب لكبر السن كمان الاهتمام بميول وهواية الشخص هذا الكلام مش موجود عنا مع احترام الشديد لدولتنا يعني المؤسسات الدولة لازم تهتم بالناس هدول لأن هدول إذا كانوا صغار هم داخير المجتمع يجب يخلوا مجتمع من جو خرباء لأنه حيتجوزوا حيئكسوا كل وهمهم على أولادهم وعائلتهم واذا كبار في السن لازم أهتم فيهم إذا كان لهم دور اجتماعية وكان لهم مركز فلازم أهتم فيهم لأن هذا الشخص الكبير في العمر ممكن يعكس على أولاده المتجاوزين وكذا ويعكس على أولاد أولاده في أنه وراه زارهم وقعد يومياً باعية كل البيت فلازم نهتم فيهم يعني موضوع مهم وزي ما أنت قلت يعني هو الشخص ممكن مرات يكون مريض يعني هذا بيكون شيء في داخله فلازم بالتالي حاول يعني يكسر هذه القيود الموجودة نصيحة في هذا الصباح للأشخاص اللي ممكن بدرجات متفاوت من المشاهدين ممكن يكون عندهم هذا التوهم أو حتى إذا نحكي عن مراحل مختلفة زي ما قلنا الوسواس أو الخوف والقلق الدائم شو بتحكيهم وين يفكروا وين يروحوا نصيحتي ما يقرؤوش عن مرضهم إذا هم ممرضة يروح لدكتور يشوف الأعراض ويسمع كلام الأطبة ولازم كمان نصيحة للأطبة أنه لما تحس أنه هذا الشخص ما فيش عنده مرض وهو جيك أنه أنا أتجه لنصيحة عن طريق آخر أنت بتخش بتخذ رقم تليفون وتليفون المريض كذا بتصل في أخوه في أبو في أمو بقول له ابنكم بش مريض بس حقت شتغلوا معا عنده واحد من ثلاثة أربعة الشخص لازم حس أنه هو لازم أول حاجة ما يقرأي زي ما قلنا يطرد الفكرة أو يعني يخلي الموضوع معتدل يعني عادي أهم شغلة ثقته بنفسه وبقدراته واستعداداته أنا عندي خطر بقدراتي يوم حتى محسني تعب طب أنا شو أكلت اليوم أكلت ولا أكلتش إش خد دواء مثلاً أرجع الشغلة لورا لكن ما رجعش الشغلة لوقتها وحطها دمن الدائرة وركز عليها فركزت عليها الخوف هيظهر والقلق ومنامش والوسواس يشتغل يصير يجيب من قدام ومن بعيد ومن قريب ويجعلنا نقرأ وبالتالي تزيد هذه الشغلة شكراً كتير لك على كل هذه النصائح أتمنى تكون مفيدة وتعمل الفائدة على المشاهدين يعطيك ألف عافية الله عافية وانهارك سعيد الله سعيد مشاهدين رح ننتقل إلى الأفاصل ونستكمل عديد من المحطات المنوعة ابقوا معنا